أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات المرة الثانية خلال أسبوع اليوم بينما قالت كوريا الشمالية أن هذه التدريبات تزيد التوترات في شبه الجزيرة وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن البلدين أجرياء تدريبات جوية مشتركة فوق البحر غرب شبه الجزيرة الكورية اليوم بمشاركة طائرات حربية من طراز F-35A وطائرات F-22 وF-35B الأمريكية وأضاف أن القوات الجوية للبلدين ستواصل التدريبات لتعزيز قدرات الرد على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية